السلام عليكم ورحمة الله هذا ضرك فيديو عبارة عن شاحنة صغيرة رافدة شمن البضاعة يا غير البضاعة ما هي الأساسية البضاعة اللاتموية الأساسة اللي رافدة مع البضاعة اللي هو المخدرات والمؤثرات العقلية وحبوبها الوسع والسبب ندير هذا فيديو مثال هيك أن نحس سلطات العليا ونعرفون نقاع ياسر من هم قدوا عودوا ما هو فيتو علن ذلك ماين اللي يدخلون يوميا رافدين الخضروات والفواكه قليل من هم ما هو رافد معاها ذلين قالوا لقينا بالهندي وحبوبها الوسع كان بيسر يقول له الموريتانة ينبع وهو المسبب أن هذه موجة قلة المن المنتشرة حالا المنتشرة هي نتاج شيء من المؤثرات العقلية يستعملهم هذا التركيس الخيري اللي انتشروا انتشار عجيب في موريتان اللي لوارك له يعود ستة عيمان ولا سبعة الضاعف انتشارهم بشكل خيالي نختيروا السلطات العليا للبلد انها تقبل هذه القضية بعين الاعتبار انها اولا كم يوم بعد قاع ذا اللي رافده هو ما هو رادله هو مصرفاته من الاكيد ومن الواضح ومما يدركه الغبع على انه قطعا رافد رواية ثانية جايبها هي اللي يتضرع له داخل وربحات ونختيروا هالدير مركز رسمي لمكافحة المخادرات في مسيد المغرب يعود ذن بين ذوق الخضروات والفواكه احنا خلانا لا المخادرات يا هالموريتان ويا العلماء اللي تصبحوا معدلين مسيرة دوروا الامن ويا هيئات المجتمع المدني اعرفوا علين الامن ما يقدر يخلق مع المخادرات المؤثرات العقلية وحبوبها الوسع اعرفوا علين الامن ما يقدر يخلقه في مده الجيال هالناشئة كاملة تستخدم مخادرات 80% ورا هي تحمل مسؤوليتها لذي قاعد بين اللي احنا عندنا مركز حقوق ينقال له الكرامة وتباركنا مع القضية اللي لذلك خمس عمان ولا أبقى التلفزة ما قاعدنا فيها ولا أبقى تذاعة بين اللي نراعوا في ذي اللي هي يخلق وهذا اللي واقع ذلك من الاقتصاب ومن الجرائم اللي ماهو شي قد عافية يخرص هذا اللي عبارة عن بداية ما فاتوا قاعد تقدموا بهم اللي ما زالوا لين يحاصروا في ذي اللي طالبين نحن أعلنهم يحاصروا في المخادرات وما تلا تدخل لهم ما زالوا له يجنوا حتى جنون أكثر من ويعدلوا الشي قاعد من الأمور ما يصبروا حد معنى أنها مدة عس ومدة تتفقراش كاملة وتعرف عن الأمن ما يقدين تكل على سلطة واحدة ولا يقدين تكل على هيئة واحدة الأمن ميالة الناس كاملة تشارك فيه وميالتها تراقب على تركتها مراقبة حقيقية أعرف أعلن المدارس عاد توكر من وكار المخادرات فتنق لناها في مدارنا وعاليناها وأعرف أعلن الشباب الصغير 80% منه تكمي واللي ما كان يبقيها يكمى بالفرس وبالإغراءات اللي يفوت ينقع في الإدمان بعدين عاد هو كأنه محكم فيه من طرفهم هم اللي منهم يصلح للسرقة يمشوا يسرق لهم واللي منهم يصلح يجيب لهم الفضاء يجيبها لهم عنده معناها أن الرقابة هي الأساسية وقضية الأمن ما يقدين حلها ما هو نحنا كاملين متكتفين وقدوا نحلوهم اللي ألا بمعالجة جذورها اللي هي المخدرات اللي تهرب لنا يوميا مدخلة وأنا قاعد حقا ما نفاهمتو قصة مخدرات في موريتان بهاللي ما هي ما هي ما هي مكافحة نبدو نقولونها ما هي مكافحة بهاللي نحنا لك الساعة أذناء دخولنا في المجال اجبرنا مفوضية واحدة هي المعنية بالمخدرات وذيك المفوضية لعنفسية فاصلة في التفتيش بهاللي عندها ياسر من التعاون مع المهربين ولا خالق شرطي ما تابعين دزلما ويعرفهم مع هالقضية ميالتها تعارج من الجذور وتعارج من شور السجون سجون مصدر مصدر كبير للمخدرات اللي يفرقوه الدشرة بهم اللي بعد قاعد لهم نكشور الدلاح وعاد لهم نكشور بنانا وعاد لهم ولا فهم تأهيل يسوه ووشنه معناها أعلن قضية حد لا يعالج ذي موجة قلة الامر اللي منتشرة يعالج المخدرات ويعالج المؤثرات العقلية ويراقب الصيدريات لا يبيعوا حبوب الهلوى ستراماديس وشماية وفهم الحبوب اللي يستعملوهم التركة ولمساك والتقينزي إشي ما يوفق هذا كامل لين تقوم عليهم الدور تجبر الأمن وما حد ما انقضى على ذلك الأمور تموكوا على الأمن ما هو لا يخلق للأسف شديد مرحبا وسيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر